السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة قوي وهي تشيكن ويندلز أجنحة الدجاج هنعرف بقى الطريقة اللي هتطلعها مقرمشها واللونها حلوة شوفوا الأشور اللي عليها دي خطيرة خطيرة جدا التكنيك اللي هيخلي أرمشة الأجنحة دي معاكي حتى الثاني يوم حتى لو بردت هتفضل مقرمشها حتى لو باتت معاك الثاني يوم هتفضل مقرمشها معاكي ان شاء الله وأكيد طبعا سر التدبيلة تدبيلة المطاعم وأحلى كمان هنعرفها مع بعض فيديو النهاردة يلا بينا نشوف عملنا الوصفة دي ازاي لكن ياريت لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي ويدفع عليك جرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله ولو عجبك الفيديو أعمل لي لايك في البداية كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا معايا هنا كمية تقريبا كيلو أو كيلو وربا من أجنحة التجاج طبعا مخصولة ومتنظفة وكويس قوي معايا هنا كوباية من المية بالنسبة للبهارات معايا يعني نص معلقة كبيرة من الملح معايا ربع معلقة فلفل اسود طوم بودر بصل بودر بابريكا السبع بهارات أو بهارات فراخ البهارات اللي انت تحبيها لو انت بتحبي الزنجبيل حطي مع البهارات الزنجبيل معايا هنا كوبايتين كبار من الدقيقة طبعا دقيقة ما نخول لأي دقيقة يعني موجود وهنبدأ بقا نخلط كده الخليط ده كده مع بعضه ولو انت بتحبيها سبيسي ممكن تستخدمي الفلفل الحار اللي هي الشطة يعني نصم معلقة كده صغيرة من الشطة هنبدأ بقا نحط شوية شوية كده المية لحد ما نعمل مع بعضه عجينة انا عاوز العجينة اللي نعملها ما تكونش طرية قوي ولا جامدة قوي هنشوف مع بعضه دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا زبطت دلوقتي التدبيلة بتاعتي هبدأ اني احط الأجنحة زي ما انتم شايفين عشان تتشرب كويس من التدبيلة تمام احطوهم كده وطبعا مش هنسى معاك وبعين طبعا بقى ايه لازم بقى اقلب كويس قوي عشان كل الأجنحة تتشرب من التدبيلة كويس وطبعا انا مش هنسى يعني لسه هحط بصلايا وطمط مايا فرش بيفروق جدا في الطعم مع تدبيلات الفراخ عموما انا معايا هنا بصلة كبيرة ومعايا طمط مايا طبعا هاخلطهم دلوقتي في الخلاط كويس قوي تربط كده الطماطم مع البصل في الخلاط وهحطوهم على التدبيلة وزي ما انا قلت البصلية والطمط مايا دول بفروق جدا في الطعم بيبقوا طعمهم مختلف جدا مع الفراخ بصراحة بيغيروا في الطعم بنسبة 100% حطت هنا 3 معالق من الخل طبعا هتحط كميات البصل والخل والملح ده هتحطيها على حسب كمية الأجنحة اللي معاكي هحط بقى دلوقتي الخلطة دي في التلاجة 3 ساعات بعد 3 ساعات هجيب بقى 3 كبات 8 دقيقة عليهم بقى البهرات اللي انتم شايفينها دي معايا هنا ملح فلفل اسود بهرات فراخ طم بودر بصل بودر ومعايا كمان نصف معلقة من الكوركم ان شاء الله هسيب لكم البهرات دي هكتبها لكم في صندوق الوصف فهي نفس البهرات اللي حطناها في الخلطة الاولانية هنحطها هنا لو انت طبعا عايزها سبيسي ممكن تحطي نصف معلقة من الشطة اللي هو الفلفل الحار تمام هقلب بقى كويس لان هي دي الطبقة اللي هنعمل منها القشور هبدأ بقى ايه اخد بقى الاجنحة كده واحدة واحدة وهحطها في الدقيق وهبدأ بقى اكون القشور بتاعتي عشان نشوف احنا هنكون القشور ازاي اللي هي الطبقة الخارجية طبعا زي منتم شايفين هتحطي كل واحدة بعيدة عن التانية عشان طبعا ايه التدبيلة ما تقعشي هبدأ بقى ايه ان انا اعمل كده بيدي بصوا بصوا انا بعمل ازاي بحط عليها دقيق كتير عشان القشور معايا تتكون انا عاوز القشور دي بتتكون على الوش عشان هي دي بصوا بتنفضيها كده بصوا لما تحط دقيق وترجعها تنفضيها كده شايفين القشور معايا هنجيب طبعا الزيت آآ لازم يكون سخنة وبعد كده اول ما تبدأ تحط الاجنحة كده في الزيت لازم آآ تهدي النار آآ شوية تمام عشان انا عاوزة طبعا الاجنحة دي تستوي اهم حاجة لازم تبعدي كل واحدة عن التانية انا مش عايزهم قريبين قوي من بعض طبعا احنا بنسويها على نار هادية عشان تستوي من جوا تمام بالذات لو كانت الاجنحة سميكة شوية يعني كبيرة في برضو حاجة بصوا الاشور عاملة ازاي ومقرمشة جدا وجميلة اللون معايا طالح حلوة اوي ومستوية آآ ومقرمشة وجميلة طيب اللي بسأل بقى وبيقول لي بعد ما الاجنحة دي اول كنتاكي عموما آآ آآ بيبرد آآ يعني الارمشة دي بتروح بيترة خالص ايه الحال؟ الحال ان انت تستخدمي طريقة الدبل فريام ان انت بتقليها مارتين ودي مش طريقة مبتكرة لأ دي طريقة المطاعم الاسيوية اللي هو الصين والهند واليابان بيستخدموا الطريقة دي في آآ 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 آ� تسويها نص تسوية في الزيت هتكون لك الأشور وهتستوي نص تسوية وبعد كده بتطلعيها تحطيها على مناديل وبعد ربع ساعة وبعد كده هتحطيها في الزيت سخني مرة تانية هتكملي تسويتها وهتطلعيها باللون اللي انت حبيه بالطريقة دي هتفضل معانا مقرمشة جدا جدا الفراغ حتى لو باتت معاكل تاني يوم هتفضل مقرمشة طريقة سهلة جدا جدا خلصت هنا الكمية كلها كده زي ما انتم شايفين طلع كده معايا مقرمشة جدا جدا بسم الله ما شاء الله حلوة قوي قوي طبعا اللون ده حلوة قوي انا بحب اللون ده لو انت عايزة تغمى ايه ماشي عايزة تطلعيه بدر شوية زي ما تحبي شوفوا الاجنحة تطلع معايا بسم الله ما شاء الله ازاي الجنح هتحس ان هو كبير كده يعني بسم الله ما شاء الله طلع معايا مقرمش جدا وشوفوا القشور معايا دي تبنك ان هي فعلا مقرمشة حلوة قوي والريحة كمان الريحة دي من التدبيلة زي ما انا عملت كده بالضبط اعملي التدبيلة هتديكي ريحة حلوة قوي وهتديكي طعم اجمل خطيرة بسم الله ما شاء الله وعملت كمية حلوة اه نقدر نعمل دلوقتي الاجنحة الدجاج في البيت وسهلة وبسيطة للولاد اه بدل ما نروح المطعم واحلى كمان من المطعم ونضمن ان هي نظيفة وسهلة جدا يعني كل تقريبا كل حاجة من البيت مش مش متعبة ولا حاجة حبيبتي لو عجبك الفيديو النهاردة ياريت تعمليلي لايك وانتظروني ان شاء الله في الفيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة